الكنيسة يعود في دورته الصيفية والإتلاف الحكومي الإسرائيلي ليس بأفضل أحواله مع خسارته الأغلبية في البرلمان وتجميد القائمة العربية الموحدة عضويتها على خلفية أحداث المسجد الأقصى عودة الكنيسة تتزامن أيضا مع التوتر الأمني المتصاعد منذ نحو شهرين خصوصا في الضفة الغربية ما دفع رئيس الوزراء نفتالي بنت وشركاءه للدعوة إلى الحفاظ على التحالف وتوسيعه أيضا سأفعل كل ما يتطلبه الأمر من أجل الحصول على حكومة مستقرة آمل أن نجد طريقة لجلب دعم الأحزاب الحريدية إذا نجحنا بذلك سنقوم بعمل عظيم لمصلحة المجتمع الإسرائيلي إن الاستقرار الأمني هو شرط للإزدهار الاقتصادي والمدني في الضفة الغربية ولروتين الحياة الطبيعية في غزة إذا لم يتحقق ذلك فسوف يتضرر الاقتصاد الفلسطيني وستهتز الأرض التي يخرج منها الإرهابيون لا توجد قيود على مكافحة الإرهاب الشركاء في الإتلاف يحاولون الحفاظ على تحالفهم وعدم إتاحة الفرصة للمعارضة بقيادة بن يمين تنياهو بإسقاط الحكومة مع تعمق الأزمة كما يحذرون من أن الانتخابات في هذه المرحلة من شأنها أن تؤدي إلى حالة من الفوضى الوضع صعب لكن هناك حكومات عاشت حالة مماثلة في الماضي وصمدت البديل لهذه الحكومة خطير لقد تم تذكيرنا بمدى أهمية الحفاظ على هذه الحكومة وإن خوض النضال السياسي هو دور المعارضة لكن ليس على ظهور المواطنين الذين ينتظرون التعويضات ومع عودة الكنيسة صوتت هيئته العامة ضد اقتراحات حجب الثقة من الحكومة والذي قدمته أحزاب المعارضة الحكومة الحالية مشلولة عقب أزمة عميقة ولا تحارب الإرهاب لا يتم تحديد سياسات الحكومة في القدس أو في مدينة رعننا وإنما من قبل مجلس الشورى التابع للحركة الإسلامية مواطنين وإسرائيل خائفون هذه مشكلتنا جميعا هذه حكومة غير شرعية المعارضة بقيادة حزب الليكود وبحسب مراقبين تستغل الأوضاع الأمنية لاتهام الحكومة بالتقصير في التعامل مع هذه التحديات خصوصا مع ارتفاع وطيرة الهجمات التي تستهدف إسرائيليين في الآونات الأخيرة مع عودة الكنيسة يحاول الإتلاف الحكومي التغلب على مشاكله من خلال العمل على استقطاب الأحزاب الدينية بعد خسارته الأغلبية البرلمانية فيما تتطلع المعارضة لاقتناس أي فرصة من شأنها أن تؤدي إلى بث الخلافات بين الشركاء الحكوميين وإسقاط الإتلاف وهو ما لم يتحقق لها حتى الآن محمد الصياد الحرة من مدينة القدس